موسيقى يا رب يا رب لماذا بعد أن أجلت كل هذه الهندسة يا رب تنسيقها معي يا رب يا رب لا أريد أن ترسل معها تفني قوتني يا رب يا رب أنا قلت في سكتش 3 ايام وسمعت كل هذه الهندسة لأنك كل هذه الهندسة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب ما هذا مقدم سماحت وريد التواصل معي لا 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 ؟ أبداً تقرأ توقيت ان تنسيق لا أعني ح camps والله يخرج يا رب يا رب كل هذه الهندسة تم كبولي في كل الهندسة يا رب أنا ننجح بسم الله بسم الله يالله على فين على أنا بسم الله أحبار رحية تفهموني طيب يا مسائل الحال يا رب بالراحة طيب بالراحة هل تفعل ما يا أصدق؟ لماذا أنت قلت عايز ترتاح في الكلية؟ هل تفعل ما يا عم؟ لماذا أنت قلت عايز ترتاح في الكلية؟ أنا رياحك لماذا أنت قلت عايز ترتاح في الكلية؟ لماذا أنت قلت عايز ترتاح في الكلية؟ لا وبعد مرور خمس سنوات في الكلية أو أكثر على حسب كم مدك أن تشغيلها لا يا أستاذ يا أستاذ هل تريد مساعدة؟ يا أستاذ يا أبني أنا مهندس أنا مهندس ماذا أنت قلت عايز ترتاح في الكلية؟ ما هي المشاعدة؟ هل تفعل المشاعدة؟ هل تفعل المشاعدة؟ هل تفعل المشاعدة؟ هل تفعل المشاعدة؟ بالله سنحاول أن نختصر على قد ما نستطيع وإذا كان هناك معلومات مثلاً ما قلناه لو تريدون بالآخر خالص تعرفوا عن أي شيء بالتفصيل أكثر تقدروا تكلموني أنا أو ماهر سنقول لكم على كل شيء معاكم معتز الباشا ربع كهرباء باور هندات سكندريا ومعاكم محمد ماهر تانية هندسة باور سكندريا طيب ونحن الآخرين سنقدم لكم هذا الصرح العظيم طبعاً كلنا تعرفون ماهذا فبنى هذا فبنى صح؟ لا أحد في سكندريا يعرف أن هذا فبنى سكندريا فبنى هندسة فبنى إيكونيك صح؟ ولكن لو ركزتوا في كل مدينة ستلاحظون أنه شبه شيئاً كما تعرفون الأيام الدراسات لو فكروا شبه شيئاً مثل هذا فبنى صح؟ حسناً أنت ستجعلوا هذا المهندس الذي صمم الكلية أريد أن أعرف أن أعرف شيئاً أريد أن أقول لنا أن هذه المهندسة فبنى معبد هل تفهمها كما تفهمها؟ معبد عبودية معبد أن هناك شيئاً عظيمة رحلتك في الكلية هل ستفهمها؟ حسناً سنشرح الكلية على حقيقة سنبدأ أنك طالب سنوية عامة ومعلمات التي تريد أن تعرفها وأن ندجتك ظهرت وفرحان أنك دخلت الكلية وأيضاً أنك طالب في الكلية وأيضاً أنك ستكشنك ومحاضراتك والتدريباتك وأيضاً وأيضاً أنك تفهمت وفرحان أنك تفهمت 17 سنة تعليم وأيضاً أنك أخذت الكلية وأنت تفهمت وظائق العمل وأكتب كمهندس فعلياً فعلياً هل سنتقوم بعمل هذه المهندسة لن تحدثت هذه المهندسة لأنك تحتاج إلى تحديث هذه المهندسة مناسب لك أبداً نبدأ أنت تطالب في الكلية ماذا هي المعلمات التي تريد أن تتعرفها؟ أولاً أنه يأتي الكلياً من العلم الرياضة نعمل الثاني من التنسيق الهندسة سكنديرية لنcomes Clone liquid كيف تحد fishernetime الهندسة؟ بين الله إلبطة كيف امamy كيف viendo الآن وإيصال الهندسة من سنة ارتفعت مبروك خلاص تنسيق جالك زي ما انا شوفنا كده يا ترى ترتاح في الكلية زي ما صار حصله لا نعرف بقى إلا يحصل لك أو إيه هي بدايتك في الكلية أول حاجة نعرف نظام الكلية ايه كلية هي خمس سنين أول سنة منهم هي سنة اعدادي بتبدأ تاخد فيها مواد مثلا يعتبر أن تأخذ المواد اللي كانت في سنة مثل مثل فيزيا مثل كيميا تأخذ ماث 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 تأخذ راس بتأخذ انجلش حاجات مواد يعني ما اللي هش عالك قوي بهندسة بس أنت بتأخذ نظر عام كده ليه كل دوت عشان في الآخر يحطوا ببارده ايه في تنسيق عشان تبدأ تختار القصر وبعد كده تعد أربع سنين كاملين في الكلية التخصص بتاعك اللي انت تختار طيب الكل عندنا فيها شعبتين أول شعبة هي شعبة عام ودي العدد فيها حوالي ألف وخمسمائة طالب زي ما انتو شايفين العدد قبل كده كان زيادة في الكلية دلوقتي لأقل له بأننا بناخد عدد قليل فالفرصة بقيت للناس ليس زي الاول بالنسبة للمصاريف هي حوالي ألفين جنيه وبالنسبة بقى لشعبة الأقسام المتخصصة للاس في هذا العدد بيبقى قل شوية بيبقى حوالي سبعمائة طالب بس المصاريف بتبقى زيادة طيب بتتحاسف فيها ازاي زي ما انتم شوفت احنا بنشتغل دلوقتي بنظام الساعات المعتمدة وهكذا فانت بيبقى لك الساعة بيبقى لك الساعة اللي هو كان حوالي ألف وثلتمية لألف وربعمائة جنيه فانت لما تضربها في توتا للساعات بتاعك في السنة فالمصاريف بتبقى حوالي خمسين ألف تنيه طيب في حاجة حبي ننوح عليها كده في نظام الجي بي الجميلة اللي عندنا إن عندنا الدرجات الرينج بتاحها يعني صعب شوية يعني لو بصينا كده هلاقي ان الاف من ستين في المية يعني انت لو جبت خمسين في المية في المادة زي معظم الكليات مثلا اللي هو أصلا المفروض من النظام الجي بي اي كده فلا الخمسين في المية الخمسين في المية دي هاتشيلك المادة عادي فانت لازم تجيب ستين في المية وبالتالي عشان تجيب امتياز أصلا لازم تجيب تلاتة وتسعين في المية يعني انت تولي السنة في المادة بتنقص سبع درجات بس ده بيحط عليك لود كبير قوي ان انت دايما تكون مثلا درجاتك حلوة الجي بي اي كويس بس يعني بتلاقي ساعة مواد سهلة مواد صعبة بتعدي يعني وما تقلقش الموضوع هيبقى سهل طيب ايه بقى الحاجات اللي انت محتاجها وانت داخل الكلية خلاص داخل اعدادي الادوات اللي انت محتاجها بصر عشان نبقى صريح معك انت مش محتاج اي ادوات من الادوات دي ولا المسترالتي ولا المثلث الاريستو ولا اي حاجة خالص من الناس اللي بتقولك هاتها ليه حديكم مسئلة بسيط انا هو قدامكو في قسم كهرباء بقالي تلات سنين في القسم ما استخدمتش اي حاجة من الحاجات دي ولا حتى مسلث الاريستو اللي الناس بيقولك هيقعد معك تقول الهندسة ليه علشان انا عندي في كهرباء ما باستخدمش الحاجات دي انا ممكن اجيب اجهزة كهربية اصلاق بتاع بس ما باستخدماش فانت لو مش حابب تجيب الادوات دي مثلا عندك صاحبك قريبك عنده الادوات دي هاتها استخدمها في سنة اعدادي وان شاء الله لما ربنا يكرمك وتدخل الكسم اللي انت حابه او مش حابه على حسب يعني اللي دي بتاعك فساعتها تجيب الادوات اللي انت حتكمل بيها اللي اربع سنين ندخل بقى في السابجيك سبوينس او المواد عندي تتقسم ليه اصلا المادة الطبعية تتقسم الجزئين جوز التيرمورج او عمل السنة وجوز ايه جوز الفاينل التيرمورج بيبقى اربعين درجة هو اصل المادة عندهم تمام ميت درجة فانتقول مثلا اربعين في المية او حاجة او حاجة كده فانتقسمين ليه بقى العمل السنة متقسمين للميت تيرم والتندس وكوزيز سواء سيكشن او لكوزيز ولابس وبركتيكال اوورول ويختلف طبعا من مادة المادة مادة مثل الفيزيك مثلا فيها براكتيكال وفيها أورول ومادة مثل كيمسري لا هي مفهيش جري البركتيكال والليبس والفاينل وهي 60 درجة البقية بتبقى ورقة الفاينل بس هناك نصيحة قبل ان تأخذوا الكلية وهي ان الميت تيرم لايك كل اهمية عن الفاينل الميت تيرم مثلا انت بسجل ست مواد في الكلية ست مواد في التيرم ده ستتأخذهم اسبوع كامل انتحنات وربعات كل يوم انتحان 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 فبتلحش تلم المنهج زي الفاينل الفاينل بيبقى عندنا نفس المواد بس بيبقى مترات او متوزعين على اسبوعين شوية بيبقى فيه طبعا قبلهم اسبوع بدي اخد راحتك فيهم في اللم المنهج وكذا فالبراف يلم درجات في الميت تيرم بيفرق جدا معا في الجريد في الاخر اخده باشوانز ايه ده؟ الشغال فمحمل ايه؟ فتحت وقفت فلت وشلت الفيش حط الفيش حط عملت كل حاجة فلا اخده بس تبقى نفسي تبقى نفسي ايه؟ تبقى نفسي تبقى نفسي ثم بعد أنت دخلناك هندسة ليه؟ لا انا مش هندسة الكهرباء انا هندسة ميكانيكا انا بازل بص عربية امك لا انا مش هدرات برضو انا انتاج مقربة جودة يعني بتاكد ان التلفزيون الفيديو ليس جيداً، لكنه يقول ما يعني؟ أن الموقف يعد علينا كلنا أو ما تدخلوا الكلية، ستجد أهلا كلهم فاكرين أن أنت تريد أن تصلح كل شيء تلفزيون باز، سخان باز، وليس عرف ما تريد أن تصلحه، أنت باش مهندس هل كلامك صحيح؟ هو كلام يعتبر صحيحاً نسبياً، لكن علمياً لا، كله متخصص في تخصص إذا تدخل التخصص بتاعك، تبقى متخصص أو عارف التخصص بتاعك ده أي بالظبط فكل واحد يبقى مفاهم في التخصص بتاعك عندنا في الكلية، 11 قسم، وهذا آخر تنسيق وهذا آخر تنسيق كذلك، وهو تنسيق دفعتي كما تلاحظون، هناك قليات فوق خالص، أو أقسام فوق خالص فإذا كنت تريد أن تركزوا أو مترجعين قسمي من هذا الفوق، يجب أن تهتموا جداً في أعدادي لا تقول أنني أرتاح في الكلية، هذه أعدادي مهمة جداً، يجب أن تهتم إيجابتك كما قلت، عندنا 11 قسم، لا نسميهم مثل أقسام أو أقسام ويجب أن تقوم بشكل مهمة جداً، أو ما هو معلقة مع بعض لكي كنت سهلة بالنسبة لكم نبدأ بأول، نبدأي أنت في الكسم، سوف نشرح لكم نشرح لكم أنت كطالب تدريسة ما في هذا الكسم وبعد ذلك، ستعمل في فرص العمل في الكسم نبدأ بأول شيء، هو هندسة الحاسب هذا الكسم مميز قوي لأنه، كما تفكرين، هو أعلى كسم في التنسيق فإذا كنت داخل وعايز هندسة الحاسب بالزد، يجب أن تهتم بالجيبئي في عداد لماذا؟ أنه يأخذ 80 مكاعد فقط، أو هي أصبت المنسبة ولكن تبقى 80 مكاعد فقط من الدفع كلها، يعني بالآخر الأوائل للدفع الدفع التي هي، كما أردتها، كانت 1500 فأنت تخلين الرقم، يجب أن تكونوا الأوائل ومهتمين أيضاً في عداد هذا الكسم، نحن نسميه هندسة الطالب المتواحد أنه الطالب هو الكمبيوتر، هو صاحبته، هو حرفين دائلته، هو الكمبيوتر أو لابتو فنحن نسميه طالب المتواحدين، حسنا؟ عزيمة صحة معلومة وهي هندسة الحاسب، عندنا اسمها هندسة الحاسب والنظم تركيزوا جداً عن هذه النظم، ونقول لكم بعدها ما بدأين أن تدريس ما في كلها؟ من اسمها، هو حاسب أصلاً لأنه هو الكمبيوتر، فنحن تدريس سوفتوير، وتدريس الهاردوار بالكمبيوتر التركيزية، كل شيء من التركيزية، مثل سورك، بلديكرة، إعادة كسرات الأيي أيضاً، أنتدريس الإستوار من أجيزاء،ihihi تركيزها كبير منهم حيث أن تصل إلى المعامل وفي المعامل، ايضاً تدريس هي المفلومات كما تعلمون أن الأجنزاء كما تعرفون بالكمبيوتر في المستوارج والكارت الشاشة تدريسها كالفيزيكس كبير، وما زال كانت تحصل هناك أخرى هي النظام، هذا هو ال reconnaissance و هذا هو ما تدريسه هو المده من الكهرباء أو من الأقسام الكهرباء ما تعمل بعد أن تتحرق؟ تعمل مثل ويب أو موبايل أو ديسك توب و تعمل تصميم للألعاب و تعمل تصميم ببجيب و تعمل أخر شيء هي اي اي اناليزيس أو تعمل على سوفتوير بروبوتكس حسنًا؟ أهلاً، 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 أهلاً ماذا تعمل، حبيب؟ كمبيوتر؟ لا، ينكل و أنا برمجة كمبيوتر؟ لا، ينكل و أنا برمجة تلعب لموبايل أو إيو اس، أندويب كمبيوتر يسام كمبيوتر، أهلاً، أريد أن أقول لك هذا العبر فبصوا يا جماعة، من آخر لا تقولوا إي اي اي و ويب ديبولبر اقولوا كمبيوتر، لكي نقصر الموضوع طبعاً، خلاص، لأننا مجدد من الكسومين مرتبطين أيضاً، وهي مجدد من الكوة والقلت أو كان الإنسان. لأنه في أصحاب أنك أصحاب السمع كهرباء. ولكن هنا أصحاب من الأقسام الكهربائية. وفي أول قسمة كهربائية تكوننا مجب mujeres. وإنهم أننا نعيد بسيرة الأقسام الكهربائية. يجب أن نعيد بسيرة جمالة الأقسام الكهربائية. لا أعجبك. هذه المرأة الكهربائية المستيرة. للشفقة. يستمر المجبbye. الشفقة موصيرة للشفقة حسناً، نبدأ القسم معنا وهو الاتصالات والإلكترونيات هذا القسم مميز قوي لدينا لماذا؟ لأنك تدرسه ويبتح لك مجالات في الدراسة أو في العمل أو في صور العمل سوف نرى كيف؟ هي من الاسم القسم الاتصالات وهو الاتصالات وهو الاتصالات والإلكترونيكس فأنت تعمل في إبنستال أعرف أن تفاكرون هذه البردة ثانية هذه البردة هناك شيء يسود وهو الاتصالات معانية مثل الاتصالات وهو الاتصالات وهو الاتصالات تعمل الاتصالات ومع التحديث عن كل شيء أعرفت أن الأنتنة كيف يصل إلى مبايل من الاتصالات والساتيات والمواجهات من الاتصال الاتصال هذا الإضافة مثل الاتصال ومع التغريب والآخر والآخر وإلى سوف يدخل مجالات كبيرة مثل ما؟ أول شيء أنت تدرس فيها كل شيء لديه علاقة بالكهرباء مثل ما؟ مثل إنتاج الكهرباء الدينريشن أنت أصلا في المحطة الكهربية تحاول تعرف كيف ننتج هذه الكهرباء بعد أن إنتاجنا الكهرباء سننقلها من المحطة للمكان الذي سأستخدمه فيها فبالتالي أيضا تدرس كل شيء لديه علاقة بالترانسميشن، الأبراب وخطوط النقل وكذا حسنا، عندما تصل إلى المدينة أو المكان الذي ستستخدمه، لا يجب أن نبدأ أن نوزحها على العماير والمحلات وكذا فأنت تدرس ديستريبيوشن، وهذا كل ما يخص الكهرباء، تدرس إليه ثاني في القسم، تدرس حاجة اسمها أوتوميشن، إذا ما نعمل نقول أنه هو الكنترول سواء في الهندسة الحاسب أو الاتصالات، لا عندنا بقى على سكيل أكبر بكثير، الذي هو الكنترول الذي هو في المصانع وحاجات كثيرة، يعني على سبيل المثال في الكنترول، أنت الحاجات مثلا أنت تعمل عليها، تبقى خمسة بولت أو كده لا في المصانع أو الحاجات دي بيبقى البولت كبير وهكذا، تدرس إليه ثاني، تدرس كل شيء لها علاقة بالآلات، مثل المولدات والجنريتور والترانسفورمرز وكل هذه الأشياء، هل تعرفين الفيزية الكهربية في ثلاث سنوات؟ ستبقى، يعني الذي كان يرونها سهلة وجميلة، سيرونها سهلة وجميلة في القسم، لذلك فعلا، 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 أنا في القسم، تدرس الفيزية الكهربية بشكل جميل، تتعمق فيها أو تدرس إليه ثاني، تدرس طبعا السيفتي بقى أن أنت كمهندس كهرباء، لو تتعامل مع بوهد كبير وحاجات كده، فلازم تكون دارس سيفتي كويس، تدرس برضو الإمبديد برضو من الحاجات التي أنت تقدر تشتغل فيها، والدقة المتقددة، وكذا، من الآخر يعني، ستتبسط في القسم وجملف نمسك المغمرة يا أمسك يا إشرف،، وإن عرفت أن هل هتم تقومون بك؟ كان الكبير، سوففطlive، أ ESV، يوجد السلك، سوف تتسرع الله أعلى أهلاه، ثم نقander نهاere البنس الحاسب والأقسام الكهربية، نحترا، سوف تدخل لقى RA woman's월ak's ��م Obatzium Veliaeen وأول قسم لدينا هي نقسيمة يا جماعة، كنا الذي ينتقسمونها على مزاجنا هذا، ما هي الأقسام المعمرية والإنشائية وأول قسم عندنا هي التقسيمة يا جماعة نحن اللي مقسمينها على مزاجنا هذه المشكلة أول قسم معنا هو قسم الهندسة المدنية بتدرس فيه بتدرس كل حاجة لها علاقة بالإنشائية زي بقى بناء الطرق والكباري زي بتعمل كيفية البنية التحفية للمدن أو أن أنت تصمم وتعمل شبكات الرأي العملاقة أو شبكات الصرف الصحي وهكذا طيب بالنسبة بقى للشغل عندك طريقين تقدر تتبشي فيهم أول طريق وهو في مكاتب التصميم تعمل فيها أول حاجة بتعمل اللوح المبدئية للموقع يعني هو أرض كده فضية بتعمل أنت اللوح المبدئية وبعد بعد كده لما الموقع يخلص وكل حاجة يبدأ مرحلة التشتيب يأتي لك برضو اللوح على المكتب أنت برضو تعمل لها التشتيب طيب إيه هو الطريق الثاني أنت تكون مهندس بقى في الموقع نفسه إيه شغلك في الموقع دوت ممكن تكون مهندس المهندس إدارة الموقع ده أن أنت بتبقى مسؤول عن كل حاجة في الموقع أو بتكون مهندس مساحة أنت بتروح للأرض أصلا قبل الأرض القاضية كده قبل ما الموقع يقوم تعمل مسح للأرض كده وتشوف المواصفات الأرض ومساحتها وهل هتنفع للمشروع بتاعنا ولا لا وآخر حاجة بتكون مهندس مادة مهندس مواد أنت بتبقى دارس خصائص المواد عموماً اللي يالخلصه هنا بقى والتوب والرمل وهكذا فأنت لازم تعمل دائماً تحليل وقاحس دائماً عشان تشوف هل المواد دي صالح أن أستخدمها في المشروع بتاعي ولا لا طيب خلصنا الهندسة المدنية يجي للكسم الجاي وهو هندسة المعمارية هذا الكسم صراحة مميزة بالنسبة لي لأنني صغير ممكن أن أعرف أن المهندس غير نغوي مهندس يبني مباني لكنني أرى أن أخرج مهندسة هنا لأبناء الفيلة فهو أحلام ميجزة خالص يعني لا يوجد حداشر كسمة بالنسبة طبعاً الكسمة عندنا تدرس ما في الكلية؟ تدرس تصميم معماري تصميم تنفيذية وتخطيط وتطبيقات حاسب وتحكم بي واستدامة ما هي تعمل مجالات في العمل حلوة وليس وحشة تعمل كمهندس تصميم معماري كمهندس تنفيذي كمهندس تخطيط وكمهندس استشاري وكمهندس تصميم عمرهم طبعاً كما تعلمون أن هذه المباني غريبة مباني غريبة هل تعلمون أنها حديد؟ إذا كانت عامل مباني غريبة وشكلها غريبة فهو في حال مباني مريبة فلاصي عمل ملك مفقمة كيف حق عمارة له أصلاً لا تعرف أنهم يعملوا أي أخرى نحن كنا نعكي من الجنينة تكون على الأرض لا البش مهندس يقدر يعمل الجنينة معلقة مثل حضائق بابلة المعلقة فهو يعملوا الجنينة المعلقة تسجل الأمر يجب أن ننبه عليها للقسم بالذات أنه يجب أن تخذها في المدات في المدات تخذها في المدات تستطيع أن تسجلها ويجب أن تكون مسموحاً لك في الساعة ويجب أن تسجلها ومادة أخرى تخذها في الساعة هم مواد بسيطة تكون مادة اسمها تاريخ الهندسة المعمرية تقريباً والتانية اسمها الهندسة البصرية مواد بسيطة لكن يجب أن تخذها لكي تستطيع أن تدخل هذا القسم شيء شبه القدرات ولكنه ليس اختبار أن تأخذ مواد وتدخل القسم مواد بسيطة لكن الحقيقة لا أنت كمهندس كيميائي ستكون داخل الموقع هل تعرفون ما هو هندسة المصنع الأسمية والأسمانت وهذا أنت تكون داخل الموقع تكون مهتمة قوي بما يحدث في العملية كلها داخل المصنع هناك فرق بين كلية علوم كسم كيمياء وكلية هندسة كسم كيمياء ستوضح هدفك على سبيل المثال هندسة مثل مصنع الأسمية الاثنين هدفهم واحد وهو أن الاسمدر تطلع أو اليوريا مهندس نسف كلية علوم كسم كيمياء يبدو بتبدو الموضوع قليلاً قليلاً وهو أن تحصل كيف وكيف تحصل الكيميائي منظر أسع قليلاً، مثلماً، هناك مصنع كبير في بكر، هناك مصنع كبير، وهو الذي يحتوي على هذه الرياكشنة، يتم بقى كما لا يحدث مثلاً إيروجين، كما لا يحدث مثلاً إيروجين، أثناء الانتقال من بكر إلى بكر أو من كنتينر إلى كنتينر، وهكذا، ما تعمل من أسكنائي؟ تعمل كسافتي، كما قلت لكم، في المصنع لا يحدث مثلاً إيروجين أو كذا، كما تعمل كتحليات المياض ومعالجتها، وأيضاً فصل مكونات البترول، كما تعمل البترول الخام، يوجد منه صدار وبنزين وكذا، وأيضاً مصنع الأسمدة والأسمنت والبلاستيك. نأتي الأخطر المهندس الذي لدينا في الكلية، وهو مهندس نووي. لدينا قسم نوي، اسمه الهندسة النووية والإشعائية، ونركز على هذه الإشعائية، سنرى أن تساعدنا أو تفتح لنا مجال العمل في إيه؟ عندما نصل لها، بالنسبة للمهندس المدني، ستدرس كل شيء، ومن أحدك نبيك العلقية، لكي تعمل في الآخر في محطة نووية، بهدفك أن تنتج الكهرباء، فستدرس حاجات في بشكل الظرية، أو الحاجات الأنشاطرات الزرية، فستمتع مواد من كهرباء، وكي طبعاً في الآخر، هدفك أن تنتج الكهرباء، ومعلاً المصدر الذي موجوده، نأتي يا للمسجي هدفك لكهرباء، ندخل أن تضع الكهرباء غير حرارة، ونضجح مواد من الميكانيكا برضو شبه الحرارة والحاجات دي عشان الحرارة الكبيرة اللي بتطلع من المحطة و هكذا لازم برضو أنت تبقى دارس تأثيرها على خط الانتاج بتاعه طيب بالنسبة بقى لكلمة الاشعاعية. ماشي بنسبة لمجالات الشغل انت كمهندس نوع تشتغل في محطة الطاقة النووية ممكن تكون مهندس بتاع المحطة انت بتعمل تبقى مسؤول عن تشغيل كل حاجة في المحطة انت المسؤول يعني عن التشغيل بتاعها أو بتبقى مهندس سيفتي بتبقى انت المسؤول عن حماية كل حاجة في المحطة محطة الطاقة دي سواء مثلا الهدوم او الاشخاص او المعدات و هكذا وممكن تكون مهندس تحليل بس انت بما انك دارس حاجات في المواد او خصائص المواد و هكذا بس بيحتاج منك شوية كرصات زيادة عشان تقدر تشتغل في المجال ده طيب بالنسبة بقى للاشعية احنا نعطي بتاعلينا مجالات شغل في حاجات تانية مالهاش علاقة بالطاقة النووية زي ايه زي ما احنا عارفين مثلا في المستشفات بيبقى فيها جهزة الاكس ري والاكس ري دا عارفين احنا عبارة عن اشياء صحيح بس فانت بقى بتقدر تشتغل فيما تشتغل في المصانع او الشركات اللي هي بتصنع الاجهزة دي او ممكن تكون او ممكن تشتغل في المصانع مثلا او الشركات بتاعت البترول والغزة الطبيعي و هكذا تبقى مهندس بتبقى مسؤول ان انت تكشف مثلا عن عطل معين احنا عشان لو مثلا في امبوبة وحصل عطل معين بروح بكشلت عليها بالاشياء عادية وبحدد العطل فين وابدأ اصالها طيب احنا كده خلصنا كل الاقسام فضل لنا اربع اقسام مع بعض وهم الاقسام الميكانيكية واول قسم معنا هو قسم ميكانيكا و زي طبعا ما قلنا بنات الكهرباء ونقدرش نهدر حق بنات ميكانيكا والله وجتلك في الصباط مربوحة لا فرحي تاني هذا طبعا من شكل البنات كوسم كيميا لا نستطيع ان نختلف عليك انت كطالب في كوسم كيميا ستدرس ايه؟ ستدرس اربع مجالات دراسة ويبتحول لك مجالات شغلة عندما تتخرج اول شيء هو الحرارة ستدرس كل شيء لها علاقة بالحرارة كيف تنتقل من مكان لمكان تأثير على الحاجات المختلفة و هكذا ستقدر تعمل فيما تقدر تعمل في محطات الطاقة تقدر تعمل في اي حاجة لها علاقة بالتكيفات والتكيف والتبريد وتقدر تعمل في اي مكان تغليات انت بتبقى مسؤول عن الحرارة بتاعتها وتضبطها وكل حاجة ستدرس ايه تاني بتدرس الفليود السوائل كل حاجة لها علاقة بالسوائل كيف نستطيع انقلها من مكان لمكان تأثير الضغط والحرارة والحاجات دي عليها بحيث ان انت بتبقى مسؤول عن الموضوع دوا تقدر تعمل فين تقدر تشتغل في محطات المية والغاز والبترول وهكذا وتقدر تعمل في الشركات المصانع التي تصنع الأجهزة الهايدروليكية تدرس ايه تاني بتدرس انترنال الانترنال ده تدرس اللي هو تدرس كل حاجة ليه علاقة بالاحتراك الداخلي جوه المواتير فانت بتدرس تصميم المطور وصيانته وكل حاجة وبالتالي تقدر تشتغل في اي حاجة فيها مواتير سواء مصانع اللي هي بتصمم المواتير دي او في الشركات عموما او المصانع اللي فيها آلات وفيها مواتير انت بتبقى مهندس الصيانة بتاعه طيب اخر حاجة بتدرسها هو الديزاين انت كمهندس ميكانيكا لازم تتعرف تعمل تصميم لأي حاجة تشغل عليها سواء بقى بتعمل ديزاين للمطور ده كله الأجزاء بسيطة منه وتعمل ديزاين لأرمي تعمل ديزاين لأي حاجة لازم تبقى تعرف تعمل كل حاجات دي وبالتالي برضو لما هتشتغل هتشتغل في مكاتب تصميم أو حاجات زي كده انت بتصمم كل الأجزاء طيب خلصنا الهندسة الميكانيكية ونأتي الكسمة الجاي وهو هندسة الانتاج وأول ما تسمع كسمة انتاج هيجي في بالك حاجة زي كده خط انتاج وهي فعلا دي حقيقة انت اي منتج في البيت اي منتج حوالينا البوينتر ده الموبايل المايك كله بيعدي عليه بيعدي على خط انتاج من أول لأخير طيب انت تدرس اي في الكسم ده تدرس اول حاجة التصميم انت اصلا المنتج ده ازاي بتصممه او انت عايزوا اصلا يعمل ايه سواء ابعاد سواء ماتيريال سواء الافنشن بتعايته اصلا كل ده بتدرسوا في التصميم وكمان تاني حاجة هي الماتيريال الحاجة دي انت بسلا مصنع من ايه لكي تستحمل الوظيفة بتاعتها حسنا مثلا العربايات زمان كانت مصنعة من ايه كي مصنع من الصلب حديد صلب اكتشفوا ان في الحوادث الحديد ما بيحصلواش حاجة واللجوه هو اللي بيموت عشان نصادمه وكده دي الوقت بيستخدمه باستخدمه اولوي او انه هو النحاس الصفائح وكده بتتطبق اللجوه بيبقى الاصابة مش قوية حاليا بيبقى كالكاربون فايبر لو تعرفين بيبقى صلب وكمان ايه خفيف فطبعا انتظر كل ده في الماتيريال دالت حاجة وهي هندسة التصنيع ودينا قد نقول انها شاملة الخطوطين قبلها وهي التصميم الماتيريال يعني من الاخر المهندس المهتم بخط انتاجه من ايه تزيب واخر حاجة هي مربد الجودة هو اصلا هذا اللي يضمن هذا الوظيفة مثلا انه يعدي على كل الخطوات الصح عشان يوصل للجودة اللي انا متطلبينها او عشان اللي يوصل للجودة اللي هو اليوزر يقدر ايه بيها يفضل ايه مهندس الخطوط مهندس تدخل وكامهندس تصنيع والمهندس تقصيم وننتظر الكسم الجواهي وهو كسم البحرية وعمارة السفن الكسم هذا المميز ومعيز لعنى لانه مش موجود في جامعات المصرية غير في اسكندرية والبر سعيد وطبع موجودها في الاكاديمية العربية في أبو اير هتوقعين ليس لديك الكسم هذا بيشيء حيث مع السفينة سوء عمارة من اسمها عمارة السفن وهو هو ديزاين السفينة وميكانيكية ميكانيكية تحت سفينة الموتور والتربونات ماذا تعمل؟ تعمل في أربعة أو ثلاث أشياء كدزاين أوفسيس، هو المكتب التصميم أن تصمم هذه السفينة، سواء سفينة تجارية، سفينة حربية، سفينة الصغيرة أو أي أن كان أيضاً في الشيب أرسنل أو ترسينات هل تعرفون الفيديوهات التي هي السفينة التي تنزف المياه، التي تنطلقها وهي ترسينا، وهو خلص التصميم، تصنعها من الأول إلى الآخر، وتطلقها في البحر وآخر هو أن تكون مهندساً على السفينة، خلال الرحلة مثلاً سفينة تجارية من الدولة للدولة، فأنت المهندس المسؤول عنها كل شيء، سواء عطل فني أو عطل ميكانيكي، أنت المسؤول عنها نأتي الكثيراً، وهو كثيراً، 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 هندسة الغزل والنسيق هذا الكثيراً مميز لماذا؟ لأنه لديه مستقبل مثلاً، تعرفون الأقمشة التي تصب عليها مياه وتنزل، لا تشرب أيضاً كثيراً، تعرفون هذه الكاربون والفايبرا، فهو يوجد إعلان كثيراً مستقبل وأخيراً، حلصنا 11 كثيراً 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 كثيراً، 11 كثيراً 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 ما هي الأقمم المتخصصة؟ كلية فصلت دمج مثل هناك، مثلاً الاقترونيكس تدريب كهرباء وميكانيكا، لكن هذا تكون أكثر ميكانيكاً اتدرس كهرباء وميكانيكا، لكن يكون كهرباء أكثر لديك بيوميديكال، هذا من الأقسم الجديدة، وهي ليس دم جبن حاجة، لا، هذا بيوميديكال الكلية يعمل هذا القسم جديد، يعتبر من الأقسم الوائدة وليها مستقبل، هذا الاركتوكتشور يصبح عم وراء ومدني، القسمين مع بعض، هذا الأبشور يصبح بحرية وعليه بعض الأشياء زيادة، هذا الجاز والبتروكيميكال يصبح الغاز والبتروكيميكال، والإندستوريال، وهو الهندسة الصناعية، هذا باختصار جديد، الذي تدرسه في هذا القسم، وإذا كنت تبقى على اللايحة، ستجد أن تأخذ قليلاً من هنا، وقليلاً من هنا، هذا يصبح ميزة لك أن تكون مهندسين في نفس الوقت، حسناً، هل أنت لك دفعت خمسين ألف جنيه، ستتشرط على الكلية، وتقول لك، أنا أريد أن أدخل الكسم العلمزاجي؟ لا، الكلية قلت لك، لا، استراحة، نحن نفعل لك تنسيق أيضاً، لماذا؟ لماذا؟ لأن العدد كبير، لذلك يجب أن تذاكر، وتأخذ تنسيق الكسم الذي أريده، فقط كما نرى، أعلى كسم يأخذ من 2.6، وهو هندسة الحسابات والإتصالات، فهذا يعني التنسيق ليس عالي جداً، يعني إذا كنا رجعنا أصلاً للتنسيق من 2.6، سنجدها ميكانيكا أو شيء، فليس سيكون صعب جداً أن تأخذ هذا التقدير، لو ذكرته، ستجد أن تأخذ أي كسم الذي أريده، لو دخلت SSP، من الأقسام الذي سنركز عليه قليلاً هو البيوميديكال، لماذا؟ لأنه من الأقسام التي لديها مستقبل، تدرس فيه حاجات لديها علاقة بالبيولوجيا والشيء كلها، وتعمل في مصانع والشركات التي يعملون الأطراف الصناعية، أو شبه ما تتكلموا في كلية الزكاة الاصطناعية، أن أنت بقى يعملوا الروبوتس، والذي هي بتعمل العمليات، وتبقى مع الدكتور، فبتدرس بقى أنت كل هذه الأشياء، حسنا، الحمد لله، خلصنا السنين الكلية، ووصلنا أن أنا بقيت خريج، ما الذي سيجعل هذا المهندس الخريج يأخذ فرصة عمل، من الفرص التي قلناها، أو يمكن فرصة أحسن بكثير، عن غيره من زماله الذين يخرجون أيضا من الكلية، الذين هم ١٥٠٠ و ١٠٠٠ أساس بي، ونرى كم كلية على مستوى الجمهورية، هذا تتكلم في عدد مهول من المهندسين، فأنت يجب حرفياً تعمل على نفسك جميل جداً، لكي تصل إلى الوظيفة، ما الذي سيميزك عن غيرك؟ وهناك الأشياء، قرار وشخصين، ما كان قرار؟ إذا كنت في أي عمل، فج Volksly ستقدم قريباً، يجب أن تأخذ هذا القرار، هذا القرار ستأخذه على مبنى على ما؟ ما وبنى على المعلومات التي لديك، هذا قرار التكنيكي في شغلك، فجب أن يكون لديك المعلمات متفاة، فتجعلك تعرف أن اخذ قرار مرحباً، هتأخذه أن أجهبنا من أول مواد المياهور التي ستأخذها في الإعلام الكلية، والذين ستأخذك أساسيات، لا سأقول أنه مواد ملاهجة لازمة، لكن لا تضع أساسيات كويسة في معظم المجالات الشغل، لكن تحتاج إلى أن تطور بالنفسك، تأخذ قرصات في المجال الذي تحبه، لكي تكون مهندس متميز. الثاني هي الخبرة العملية، أن تنزل تدريبات، سواء تدريب صيفي وكذا، وترى بعينك الشغل على أرض الواقع يبقى كيف يعمل؟ هل تعرفون هذه الصورة؟ صورة CV، تقدموا في الشركات أو في التدريبات لكي تتقابلوا، ولكن لو ركزتوا، ستجدوا شيئاً اسمها Extracurricular Activities أو العمل التطوعي، كما قال المهندس لا يخرج، يعمل أو يكون شخصية قوية، كما قال، هناك جماعات كثيرة، فهي مهندسين كثيراً يتخرجون من مصر، معاهد، وكليات، وجمعات خاصة، ما الذي يفرقك؟ يفرقك أنك لديك عميزة في الأرض الواقع، تأخذها من التدريبات التي تدخلها مثلاً، من الس钱 الكثير من التدريبات، Divinity مثلاً تدخلتugg اكثر معين، هل neonatesada معك إلى أخرالية Mag Galileo часть وتعلم الم İstanbul Azure Web ما الذي كان بالساءة بل ر levec term diversity إن أخرجodus في تدريبك أولة، جيدك يجب أن أعرف كتاب لكي دائماً، كيف يمكن أن أعرف البحر ب نهاية أخرى، أنا مثلاً أحب التصوير أو أحب أعمل شورت موفيز وكذا، هل ننسيت؟ لا، أنا مهتم بالحوارات دي، لم أتعلمت كيف؟ أنا دخلت سيفل ودخلت عمل التطوعي في المكتبة هنا، وتعلمت أكثر، وتعلمت تصوير أكثر، وتعرف أدوات أكثر، وكذا، كل هذا يأتي من أين من العمل التطوعي؟ حسناً، وبما أننا جبنا سيرة العمل التطوعي، فنحن لا ينفع نهدر حق المكان، وهو أصلاً قايم على هذا المؤتمر، وهو برنامج دراسات التنمية المستدامة، هذا البرنامج بجد من الأهم الأشياء التي يجب أن تشتركوا فيها أو تحضروها في البرامج، كما قلنا لكم دائماً، ننبه عليكم كل كلية تقول لكم، على البرامج مثل الاسبيو والليم، الليم يكون يوم الحد من أربعة إلى ستة، واليسبيو يكون يوم الساب من خمسة إلى سبعة، هذا البرامج أريد أن أقول لكم أنني فيها من ثلثة عدادة أو شيئاً، أو شيئاً، أو شيئاً عدادة، وبجدًا أنا معهم لحد هذه اللحظة، واقف معهم بقدم كلية، يمكن أن أقدمت كلية أكثر من مرة، وليس سأقول لكم الصراحة أنني في ثلثة سنوية كنت مكانكم، لأنني في ثلث سنوية كنت أتنظم المؤتمر، مع الكلام الذين ينظمون، لذلك نبدأ لها من زمان قوي، لماذا؟ لأن هذا المكان أقدمنا الفرصة أننا نفعل ذلك، أقدمنا الفرصة أننا نطور من شخصياتنا، نطور من مهاراتنا، البرامج التي نتحدث عنها، هذه هي برامج أسبوعية، يعني أنك كل أسبوع، كل أسبوع، تبدأ تشوف ناس جديدة، تقدم الفرصة أنك تقدم مرة وثنين وثلاثة، تقدم الفرصة، تقدم الفرصة أنك تسمع غيرك، تسمع عراق غيرك، تأخذ خبرات من مجالات مختلفة، سواء لو أنك مهندس، أو تحب الهندسة، ولكن ستجد ممكن أن تجد مواضيع، تتكلم في الطب أو شيئات كثيرة، ستتوسع تفكيرك أكثر، ستجعلك تتعامل مع شخصات كثيرة، ستستفيد منها، بجد، مكان مثل هذا، لا تضيعه من إيديكم، فرصة كويسة جدا، فرصة أسبوعية، قليلاً عندما نجد شيء، تتكرر كل أسبوع، ومعظم الإفنتات أو أي شيء، مرة في السنة أو مرتين، لكن بجد، لا تضيعه، احضرواها مرة أو أثنين أو ثلاثة، على مدار السنة، لا تضيعه من إيديكم، ويستفيدوا منها، على قد لا تقدروا، أهم شيء، وهي أن لا يوجد شيء اسمها، كلية قمة، أو كلية قارن، لماذا؟ لأن كلية كلها، مثل بعض، أنت من نفسك، تستطيع أن تكون قمة في كلية، أو لا تكون ناجحاً في كلية، وبرغم حبنا جميلة جداً للكلية، وتحيوزي أنا لكلية هندسة، ودائماً أي شخص لا يحب أن تتكلم عن كلية، ودائماً يدفع على كلية، والذي هو نحن أصعب كلية في مصر، وطمام ماشي، أي شخص يتكلمني مثلاً، مثل الزكاية الإصلاعية تتكلم، أي شخص يقول، أنت أخرج بالنسبة لي كود، أي شخص، أي شخص، سأضعك على الميكرو كنترولر، وخلاص، ولكن أنا أتكلم كده، لأنني أحب هذه كلية، وأنت أيضاً تدخل إلى كلية، التي تحبها، لكي لا تتكلم عنها، تتكلم عنها بحماس، بحب، تستطيع أن تدفع عنها، لا تدخل كلية، عندما يهجمك، تقول له، لا، أنت لديك حق، أنا كلية ليس كده، يجب أن تحب كلية التي فيها، بجد، يجب أن تحاول أقصى شيء في كلية، سأخذ لكم نصيحة، لكي تكون مبسوطاً في كلية، أولاً، هذه هي خبرة، لأنني أصبح أربع سنين في كلية، والذي ستتخرج، فخلاصة كلية، لكي تتخرج فيها مهند الشاطر، أولاً، لا تفرد في الجي بي، الذي ستجلبه أول سنة، لديك داخل أعدادي، لديك حماس وكذا، ويجبت جي بي عالي، لا تضيعه، أخوك، أنا جبت ثلاثة، خمسة، تسعة، في سنة، نزل إلى اثنين، وثلاثة واربعين، نزلت واحد، على طول واحد، ولكن، عندما شدّت، جبت ثلاثة وثلاثة، وبدأت أرفعه آخر، ولكن، لا تغلط غلطتي، ولا تفرد في الجي بي، وهي أول شيء، والشيء الثاني، يجب أن تعمل من أعدادي، أن تكون عارف، ستعمل في ماذا؟ وستبدأ تطور نفسك في ماذا؟ لماذا أقول لك هذا الكلام؟ سأعطيكم أيضا، أيضا، كل شيء سأعطيكم مسائل علي، عندما دخلت إلى القسم، لم أكن أعرف أن أريد إتصالات أو باور، فقط، لقد دخلت القسم، وليس أعرف هل أكمل ديستربيوشن، أو أكمل كنترول، وكذا، أعدت سنتين، أول أو أخرى، أنا في دماغي، أريد أن أكمل كنترول، لحد ما بالصدفة، وجدت أنهم يقولون مجال الإمبادد، وكذا، لا، أحبت الإمبادد، أحبت أن أخذ كرصات فيه، وكذا، أظهر على فرص التدريب، وجدت شركات مثل فاليو، سيمينز، مثل هذه الأشياء، منزلة تدريبات، في السيف، لكن يحتاج إلى من؟ أي شخص يأخذ دبلومة، يعني، عندما يعمل في دبلومة إمبادد، في 260 ساعة، أريد أن أحد يكون مخلص هذه الدبلومة، ويأخذ التدريب عنده، فهو لا تضييع هذه الفرص من إيديك، يعمل على نفسك، من أول أن تدخل الكلية، لا تضييع الفرص لها، لأن تجد أن تجد فرص التدريب كويسة، التدريب الآن يقوم بإمكانك من التدريبات، ويأخذك من التدريبات، التي تأخذ الشهادة منها، أتحدث عن التدريبات، التي تتخرج، ويبقى مثلاً نسبة 70-80%، هذه الشركة ستجعلك تشتغل عندها، فشتغل على نفسك من أول سنة، ستقول لي، أنا لا أعرف أن أريد أن أعمل في ماذا؟ يبقى أول سنة لك، تضبط اللغة لك، الإنجليز، الإنجليز مهم جداً جداً جداً، لا تصبح شيء أساسي، ليس شيء اختياري، أصلاً، لكن تقوم بأول سيف، بعد أعداد، تضبط اللغة لك، ستقول لي، أريد أن تأخذ برامج شيئاً، مثلاً، لو تحب الميكانيكا أوتوكاد، أخذ شيئاً، لا تضيع أي خطرة ثلاثة شبور سيف من أيدك، لكي تتخرج، ستندم أنه لا يوجد هذا الوقت، لا تستطيع أن نقوم بإختمامنا، من غير ما نذكر، أهم الإنجاز عندنا، في الكلية التي نبتخر به كل سنة، وهو، فطار هندسة 2019، 22، وفطار هندسة 23، يا بشمهندس، أنت مين أنت يا عم؟ أنا ضميرك لسود يا بشمهندس، أنت عايز يا عم ضمير، عندي سؤال لي كده، لكن جوابني بصراحة، تفضل، على كده، بتحب الكلية؟ طبعاً، قلبي تغيّر من تحيتها، ما بقاش ليها في قلبي مكان، وأما بتيجي في أيدي سوتها، ما بشوفها شلم، أنا الآن، أتكرت من هذا الفيديو، أتفع أن أعمل تحيين كما شغلهم لكم، كما إنقاذ أعملتني، كما أنت، سبب عبركم، أترى أنه شغل إلى معرفة، هل يمكن أن أعمل؟ أنني أعمل، 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 المثاري، سأقل، هل يمكن أن تغيب فيها؟ حتى، أنا مفتن، سأقف، ليس فرادة إصلاح؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة